واحترامهم للمردود الكبير اللي حصل بعد حفل الافتتاح المبهر انا قلتلكوا في البداية ان دي ايام الفخر بمصر ايام الفخر بمصر لان لما تشوفوا ردات الفعل العالمية على حفل الافتتاح وما فعله المصريون في استاد القاهرة الجمعة اللي فاتت لا تفخروا بجد ان احنا نقدر نعمل احداث ذات قيمة عالية جدا بعد حفل الافتتاح المبهر من اول التلتين وانت نازل الجارديان البريطانية قالت حفل الافتتاح كان مزهلا تحت السماء المظلمة وقالت انه ظهر على ارضية الملعب فجأة تلت اهرامات ضخمة لعجاب الدنيا بالاضافة الى اضواء ليزر حمراء مضيئة جنبا الى جنب من الاضاءة الخاصة بستين الف مشجع في المدرجات شوفوا المنظر كان فعلا فيه اعلى درجات الابهار والبرهان على قدرة المصريين على الابداع شارك شارك الجمهور في استكمال اللوحة الجميلة بالزبط وده انا شفت المشهد ده اه اه في موريال 76 صرفونا الم كده قال ما تطلعوش من جيبك تنور اما دين تضل اه الناس عمل تحديم طلعوا الى الم ده لأينا زمو الرضا خضر المضاق الديليميل الانجليزية قالت الديليميل الانجليزية قالت افريقيا تتزوق نكهة الفرعنة الافتتاح كان مميزا للغاية شهد عرضا بازياء فرعونية وصلطت الديليميل الدوء على حضور سبعين الف متفرج في المدرجات ميلور البريطانية ايضا قالت ان حفل افتتاح الكان كان مبهرا وقالت ان محمود حسن تريزيجيه ظهر كبطل في نهاية المشهد وقاد الفرعنة لتحقيق الانتصار الافتتاح البي بي سي قالت الافتتاح مبهر ويبرز الحضارة المصرية العريقة موقع بليشا الريبورت الانجليزي قال كاس الامم الافريقية وصلت القاهرة بالفعل خلاص بدأت الازاعة الدولية الالمانية قالت افتتاح بطولة الامم الافريقية شيء عالمي يستحق المشاهدة حقا بصوا في كل لغات العالم الفرنس فوتبول الفرنسية قالت اشهدة كبيرة بحفل الافتتاح وان الفوز على زنبابوي كلل اليوم الجميل في مصر والحفل الكبير بنهاية سعيدة منذ دي بورتيفو الاسبانية قالت مصر ابهرت العالم في حفل الافتتاح وقالت انه حققت فوز مستحق في المباراة الافتتاحية شو سازة ابراهيم الفكرة البسيطة المتقنة اللي فيها فلسفة لما تتعمل باتقان يعني هي كلها تكنولوجيا ساعدت على هذا الابار لكن استخدمتها بأروع ما يكون استخدام انت اللي خاص تاريخ مصر اللي خاص تاريخ القارة احتفيت بالوفود واحد واحد في هذا المشهد وبعدين طبعا البهجة والأضواء والالتزام وشيء كنت تشعر بالفخر وانت قاعد صحية قاس الاسبانية قالت ان حفل الافتتاح الافريقي في استاد القاهرة كان مبهرا وانه يليق بهذه النسخة التاريخية للبطولة وقالت ان دي للاول مرة تشهد مشاركة 24 منتخب في البطولة وانه المصريين بيقدموا ملحامة رائعة جدا انفنتينو رئيس الفيفا كان مبهور وقال ان حضرت مصر فعلا ملهمة وانه القاهرة استادها له سحر خاص جدا وقال ان هذا الافتتاح يليق فعلا بقيمة مصر صور الدواعي اللي قدامك دي التنورة بس من فوق يعني شوف كمان فيه خيال الكوريوجرافي بتاع الناس اللي عملت هذا الابتكار لا فيه خيال حلم انك تاخد حاجة شعبية عندك التنورة دي تستخدمها وتوظفها بزبط انك تعمل لك تبلغه وتجيبه من فوق ايه الجمال ده بزبط يعني انت كنت قاعد سعيد حتى حتى البين سبورت ما قدرتش إلي ان تشيل افتتاح مبهر هو ده يعني هو ده اللي انت عايزه ان يحترمك العالم ويحترم ادائك لذلك انا اما بقول للعيبة انا مش بقصو او برخم لا عايزهم يكونوا عايشين معنا زي الحالة التركيز الكامل في كل الايجابيات